لا، هذا هو الليب ستريم حسنا، نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم في حلقة أخرى عن الدول اللي احنا بنعيش فيها طبعاً أنا أتمنى لكم الخير في كل مكان وفي كل زمان في كل وقت إن شاء الله في العام الجديد في الحقبة الجديدة اللي بنبدأها في عشرين عشرين الآن وبشكر زملائي اللي هم صحر وعبد الرحمن وأحمد الشيخ وبذكركم بالصفحات اللي هي الانستجرام واليوتيوب وتويتر وفيسبوك الحلقة النهاردة هتتحون من حلقتين الكلمة النهاردة هتكون حلقتين الحلقة الأولى هنتكلم فيها على المشاكل وأنواع الدول الحلقة التانية هنكمل عن كيف نخرج من هذه المشاكل وأنواع الدول طبعاً العنوان الكبير اللي عندنا هو فيه ثلاث أنواع من الدول الدول القوية المستقرة والدولة الهشة والدولة الفاشلة طبعاً كتير جداً من الشباب قالوا لي أنت ليه بتتكلم في حاجات قريبة جداً من الهيكلية السياسية للدول أنا أقول لهم ومن طاعة الصراحة نحن عمال إنسانيون لكننا بنفهم في المعامل المجتمعي والمجتمع المدني اللي هو بيهتم بإنشاء المجتمعات وإنشاء الدول إلى آخره طبعاً ده جزء من عمال نحن وجزء من المحاضرة اللي أنا قلتها في هذه الأسبوع اللي فات عن الخلائقية أو باللغة الإنجليزية طبعاً نحن نخش في المناقشة دي عن الدولة القوية والمستقرة والهشة والفاشلة حلقتنا ديون على المشاكل وأنواع الدول الدولة أنا مش هخش في التعريفات لأنا دخلت في التعريفات دي نحن 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 نح ويعني ايه كلمة شعب وبعدين خلي بالكم مش معنى كده ان في ناس عرفوها قبل كده بمنظوم معين انكم هذا المنظور او هذا المنظوم هو قرآن لأ من حقك انت كشاب وكشبة انكم تعيدوا تعريف مثل هذه المصطلحات بما تفهمونه في العصر الجديد ما فيش شيء في العمل المجتمعي اسمه قرآن كلها اجتهادات فرضية واجتهادات مجتمعية لكل الناس اللي بيحاولوا يخدموا البشر في كل مكان وفي كل زمان او اللي بيحاولوا يخدموا كافة الخلاق زي ما احنا سمينا غيرنا كلمة انسانية الى خلائقية يبقى التعريفات دي كلها احنا ناخدها عشان نشوفها وبعدين ندرسها وبعدين في نفس الوقت هنممكن يكون لنا تعريفات جيدة بالنسبة لنا وبعدين النقطة التالتة في الدولة اهمية وجود دولة احنا ليه عايزين يكون عندنا دولة ليه عايزين يكون عندنا دولة ده اللي هننتكلم فيه انا مش هتكلم في الحاجات دي كلها هتركها لأي واحد باحث ان كان اراد ان يمشي بالتفصيل في مثل هذه الاشياء فلهم ما يريد او لها ما تريد مكونات الدولة برضا مش هنخدش بالتفاصيل فيها بس حط رؤوس اقلام ومش كل رؤوس الاقلام مش كل اللي موجود قدامك هنا على الصفحة هو كل شيء في مكونات الدولة ومن اهم مكونات الدولة اللي هو الموقع الجغرافي بتاعها زي ما احنا شايفين هنا هو وبعدين الشعب طبعا ما بيش دولة من غير شعب يعني طبعا الحكومة هتحكم ايه ويعني هو ده عنصر اساسي كبير جدا 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 في تكوين الدولة اللي هو الشعب او المواطنين مصادر الدولة وقصود الدولة والموارد بتاعت الدولة يعني ايه الانهار البحار المعادن كذا 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 الاخرية تاريخ الدولة لو كانت الدولة دي اقسست مثلا من الف سنة او من الفين سنة او من تلاف سنة زي الدولة المصرية بتاعتها المعتقدات بتاعتها اعرف الدولة المتعارفة عليها انا كذلك المكونات المجتمعية في المكونات مجتمعية كترة جدا في الدولة يعني نحطها في احنا اللي اللي عايز يعمل بحث يخش في هزي الاشياء بالتفصيل علشان يعمل بحث وغيرها كذلك انا بس بحطتها في المقدمة كده علشان كل واحد فينا يستطيع انه يرى كيف يدخل من مدخل لكي نفهم يعني ايه ده دولة وايه انواع الدولة عندنا ايه مؤسسات الدولة بقى لها منك دخلنا احنا دلوقتي في الدولة الحديثة ومؤسساتها مؤسسات الدولة عندنا فيه تلات او اربع انواع من المؤسسات اول حاجة مؤسسات الدولة نفسها اللي احنا نسمعها بالانجليزي state institution ودي لابد تكون مستقلة جدا عن الحكومة يعني الحكومة لا تسيسها الحكومة لا تسيسها لان الحكومة هي جاية انفذية عليها ان تحتوي بنصائح مؤسسات الدولة المستقلة من مؤسسات الدولة المستقلة اللي هي المؤسسات التشريعية المؤسسات القانونية المؤسسات القضائية المؤسسات الرقابية المؤسسات النيابية حتى المؤسسات الامنية والعسكرية مش من حق الحكومة تتغول عليهم لان دي مؤسسات مستقلة تستطيع ان تحمي الدولة من الداخل من المجرمين وتحمي الدولة من خارج من الاعداء الدولة الخارجين يبقى دول الاربع او دي مؤسسات الدولة المستقلة دي يبقى لابد انسان مننا في المجتمع المدني يعلم ان هذه المؤسسات مهما كانت الحكومة مهما كان الحزب ان شاء الله يكون الحزب نجح ب70% او 80% او 90% بطريقة ديمقراطية محترمة لابد ان الحكومة لا تتغول على هذه المؤسسات وغيرها ولا تسيسها بسياسة الحزب لكن عليها انها تجعلها قاعدة لامان سير مسير الحكومة داخل مؤسسات الدولة كلها يبقى نتكلم كل هذه المؤسسات لابد لا يتغول عليها لا رئيس وزارة ولا رئيس جمهورية ولا ملك ولا امير الاخرى يبقى نتكلم مستقلة لانها بتحاول تحمل الدولة من الداخل ومن الخارج في كل هذه المؤسسات دي اول مؤسسة نتكلم عنها دي مؤسسات الدولة نمرة 200 مؤسسات تنفيذية الحكومة وكل مؤسساتها سواء كم مثلا الحكومة فيها مثلا وزارة الزراعة وزارة الصناعة وزارة التعليم وزارة الرياضة وزارة استقافة وزارة الشباب وزارة كل هذه الوزارات البيئة المناخ كل دي وزارات وزارات تنفيذية تحكم أو تسترشد بمؤسسات الدولة المستقلة اللي هم نتكلم عنها دي زي ما تكون عندكم موظف يعني كلهم موظفين عند المواطن يعني المؤسسة الدولة اللي هم نتكلم عنها تشريعية والقانونية والقضائية والأمنية والعسكرية كل دول موظفين عند المواطن اللي هو صاحب الدولة زاد مؤسسة التنفيذية اللي هي الحكومة ومؤسساتها التنفيذية اللي في كل الأماكن يعني اللي بنتكلم عنها دي أيضا نوع 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 مؤسسات دولة مؤسسات قطاع الخاص اللي هو بنسميه بالإنجليزي أو رجال الأعمال اللي هم حاليا بيتغولوا تغول غير كريم وغير شريف وبيعملوا هم جزء كبير جدا من فساد مثل هذه الدول ها هو تغول قطاع الخاص على كل مناحي الدولة في أي في الدول المنسمية متخلفة أو مش متطورة والأخير هاي مؤسسات المجتمع المدني يبقى احنا عندنا أربعة مؤسسات دول مستقلة مؤسسات الحكومة مؤسسات اللي هو القطاع الرجال الأعمال والبرايفت سيكتور ومؤسسات المجتمع المدني ده الشكل اللي احنا نتكلم عنه عند أي دولة دي بقى بعض الرسمات اللي أنا نسمتها وحتقولي إيه هي دي وإيه هي كذا ليه دي ده أنا هبسح برسم الرسم علشان نقول لكم ليه دي هشة ومش هشة الهشاشة هنا موجودة في في المنطقة دي دي اللي هو الاساس الدولة القوي هنا أساس الدولة هتلاقي في في شروخات وفي فراغات وفي يعني هشاشة الخطوط الحمرة اللي على الجانب ده وعلى الجانب ده شاهدين انتوا شايفينها دي كلها والخطوط الحمرة ده باب الدولة اللي انت بتخشله منها في خطوط حمرة وفي يعني بابة تغيرها هنا هو زي أنا في خطوط حمرة ماشي ياب العرض يمين وشمال وفوق وتحت كل الخطوط الحمرة دي هي الدوائر الأمنية اللي بتتحكم في مفاصل الدولة كلما ازدادت الدوائر الأمنية دي كلها وكلما ازدادت تغول الأمن على مسارات طبعا المؤسسات الدولة هي المربعات دي الشكلها بوني والقطاع الخاص اللي هو الأزرق المسالسات الزرقاء لكن احنا بنجد الشيء الوحيد اللي مستعظم أمره في داخل الدولة هي قوة الأمن اللي بتتحكم في مسار كل قطاع وكل مناخ وكل مناخ من مناح الدولة كلما ازدادت تغول هذا القطاع كلما ازدادت هشاشة الأساس لماذا؟ لأنه بيحجم وبيحجم مجتمع المدني القاعدة دي بتسمي ايه؟ القاعدة دي اللي بنتكلم عنها ده هو ده المجتمع هو ده المجتمع المدني الذي يختنق في ظل الدولة البوليسية ويختنق في ظل الدولة العسكرية ويختنق في ظل كل دولة ديكتاتورية حينما لا يوجد منح خوريات نجد بالرغم من أن الدولة يخيل إلينا أن الأمن مستطب وكذا وكذا لا أبدا القاعدة هشة القاعدة هشة لأن المواطن اللي موجود هنا في أساس الدولة ليس له قيمة وليس له دور وليس له فعالية على الإطلاق وكذلك المؤسس بتاعته يبقى دي شكل الدولة الهشة قد تغتر أو قد نغتر كثيرا بأننا نعتقد أن في عندنا عدد الدوريات الأمنية كذا وكذا 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 لكن طالما أن المواطن لا يشارك في إدارة شؤون الدولة من خلال مؤسس مجتمع مدني أو مجتمع مدني قادي تكون هي دولة هشة ودي قاعدتها تستطيع أي مجموعة متطرفة أو إرهابية أو خارجها أن تهز الأساس فتسقط الدولة على رؤوس من فيها دي شكل الرسم اللي أنا عملته ده عشان ننظر له كليه الدولة بتكون هشة بالرغم من أن أمامنا نعتقد أن فيها مؤسسات الدولة هي موجودة ودي هي المؤسسات قطاعها الخاصة موجودة لكن مين اللي بيحكمها؟ بيحكمها عسكري أو بيحكمها ظابط إلى أخير لا يفهم في العمل اللي هو الاقتصادي أو السياسة أو آخر ويكون القرار منه في كل مناحي الدولة فلذلك هي دولة هشة رغما عن أنها دولة قوية الدولة الفشلة بقى هنا برضا قاعدة المجتمع دي ما أنتو شايفينها مش حتة واحدة أدي جزء أصبح المجتمع مجزء أدي جزء أن أمرها 7 وأن أمرها 8 وأن أمرها 6 وأن أمرها 5 وأن أمرها 4 وأن أمرها 3 وأن أمرها 2 تحولت من الدولة الهشة لحنا نتكلمنا عنها دي قبل كده هو إلى هذه المجتمعات المتشرزمة داخل ما تبقى من الدولة ليه؟ لأننا بدأت القاعدة أو الأساس يتفكك من تحت فكل مجموعة منهم كل مجموعة منهم عملت لها دولة صغيرة زي ما احنا شايفينها أدي واحدة أدي اتنين أدي ثلاثة أدي أربعة أدي خمسة أدي ستة وكل واحدة فيها نفس الخط الأحمر الخط الأحمر له بايه؟ الشيء الوحيد اللي في مثل هذه التجمعات اللي تعتقد أنها أصبحت دول صغيرة هو قوة الأمن اللي بيحاول يحيط بكل مناحي إدارة الدولة زي ما حتى بوابة الدولة اللي موجودة هنا مغلقة لا يدخلها إلا عن طريق الأمن أنا بس بعمل الصورة دي الصورة اللي هي اللي فيها استعارات وكنايات إلى أخيره عشان يتخيل إنسان نحنا في عمارة أساسها بقى ضعيف جدا كل واحدة فيها بقت صغيرة تحجمت بعدما كان دي بعدما كان كل هذه العمارات أو كل هذه المباني دولة واحدة وكل هذا أساس أساس دولة واحدة أصبحت دول متفرقة يحكمها الأمن الذي لا يسمح لأحد أن يقترب منها الأبواب مغلقة ما فيش حريات وفي نفس الوقت كل حتى هنا ما فيش مجتمع مدني هنا مجتمع مدني شبه غير موجود انتهى على الإطلاق نزلك في تشهر الزمن وفي نفس الوقت القطاع الخاص ومؤسسات دولة تكاد تكون غائبة في وسط المناخ الأمني اللي إحنا نتكلم عنه دي الدولة اللي الفشلة خلاص بقى تفشلت وتحولت إلى أشياء ما تعبر عن موجود الشعب وتموحة الشعب والأبناء والمواطنين كلهم زي ما احنا شايفين هنا ده الأساس متقسم خلاص تقسم وبعدين أصبح كل إنفاقات ما تبقى من دولة وما تبقى من مصادر على فقط الجهة الأمنية أو الجهة العسكرية فقط لكي يستفيد منها المجميع الصغيرة لتتحكم في هذه المجتمعات المتشرزمة ده شكل الدولة القوية هنا بنشوف بص الأساس هوا شايفين الأساس كبير إزاي ده الأساس بتاع الدولة هوا شايفين بوابة الدولة مفتوحة إزاي كبيرة واسعة شايفين هنا في خطوط صوداء متقطعة مع خطوط صوداء أخرى وفيه بينهم خطوط متوازية أو متقطعة معهم وفيه دوائر صغيرة جداً كل دائرة من هذه الدوائر هي مؤسسة المجتمع المدني فالذي يقوي مثل هذه الدولة اللي هنشايفينها فوق هنا هو هو مؤسسة المجتمع المدني اللي هي متماسكة الأطراف في قاعدة المجتمعات اللي موجودة فأصبح هنا في مناخ الحريات ومناخ التمكين ومناخ الفعاليات أصبح كل مواطن عنده ومجمع بعض الجمعيات اللي تعبر عن رأيه أو تعبر عن رأيها فإذلك أصبح قاعدة هذه الدولة ها قاعدة صلبة تستطيع أن تجعل مؤسسات الدولة اللي هي الحمراء أو البينك دي اللي موجودة هنا هو ومؤسسات القطاع الخاص اللي هي الزرقاء المثالسات دي يعمل الدوائر دي والمثلسات دي كلها المثلسات اللي هي القطاع الخاص والدوائر دي اللي هي مؤسسات دولة من يحكم كل هذه الأشياء إنه في حكومة طبعا موجودة ده في قطاع مدني قوي جدا هنا هو في مؤسسات دولة في مؤسسات قطاع خاص وحتى الباب مفتوح أنا مصرعي ليه لأن ده مناخ الحريات من حق أي مواطن إنه يأتي ويشتكي لأنه إيه لأن ملكية هذه الدولة ليست لي القطاع الخاص وليست للحكومة ولكنها لكل مواطن استطاع أن يعبر عن نفسه واستطاعت أن تعبر عن نفسها لكي تقيم مثل هذه القاعدة المؤسساتية والترابط المجتمع الذي يقف عليه الدولة واضح من نسبة للتلاتة هناك هنا فيه قاعدة صلبة متماسكة مترابطة القاعدة مسكة مترابطة هنا في الدولة الفشلة ما فيش قاعدة واحدة فيه سبع أو تمن قواعد وكل واحدة فيهم عملت لها نتوء كده أو بناء كده يحكموا الأمن فقط ولا فيه قاعدة نفس القاعدة اللي شفناها في الدولة القوية لكن هنا هشة من تحت لأن فيها ما فيش حريات للمواطن ما فيش دولة مؤسسات مجتمع المدني ما فيش حرية حتى ليه اللي هو القطاع الخاص واللي هو مؤسسات الدولة اللي كانت موجودة قبل كده فوجة نظري أنا كيف نوزع السلطة تدخل مثل هذه الدولة ده فيه رأيين ده دول الاجتهادات أنا الشخصية ممكن يتوافقوا معاها ممكن ما توافقوش معاها ده أمر بالنسبة لكم يحكم لأن أنا جاي من المجتمع المدني فأنا متحيز للمواطن ومتحيز للمجتمع المدني هكون فيه رأيين هنا ده طبعا المؤسسات الأخضر ده المؤسسات المجتمع المدني الأصفر ده اللي هو مؤسسات الحكومية المؤسسات الحكومة والأحمر شوية ده اللي هو مؤسسات القطاع القاس فالمجتمع المدني سلطته لا تقل عن 50% ليه؟ لأنه بيدخل في كل منحة من مناحي حياة المواطن ومناحي حياة كافة الكائنات الموجودة في الدولة سواء كان فيهم مصادر أو أصول فبنعطي له المساحة والحرية لكي يتمدد أفوقيا ورأسيا ومحوريا وفي كل مجال من مجالات الدولة التي تستطيع أن تسئل لها لحكومة أو لا تستطيع تسئل لها أو لا يستطيع قطاع خاصة للناس لها فهذا هو القعدة فهنا أنا مديها 50% و25% للحكومة و25% من مقطاع خاص وفي الحدد الأنسب والأكتر 60% ليه؟ المؤسسات المجتمع المدين 15% للقطاع الخاص و25% ليه؟ اللي هو قطاع اللي هو 25% للمؤسسات الحكمة ليه أنا أقول الكلام ده؟ لأن إحنا خارجين من دول إن لم تكن غالب إكل أغلبها هشة فإن أغلبها هشة دون ذكر أسماء الدول إحنا نتكلم أنا قلت من قبل كده من سنين قلت الدولة الهشة هي الدولة التي قد يكون قد تكون غنية وعندها جيش قوي وعندها أمن قوي ولكن غاب عنها أمرين مناخ الحريات الذي يستطيع في المواطن أن يجد نفسه والمناخ الذي يؤسس لمؤسسات المجتمع المديني تستطيع أن تجعل المواطن يتمكن في إدارة جزء من محوريات حاجات الدولة أو حاجات الوطن من خلاله هو فحينما يغيب هذين المناخين حتى لو كانت الدولة دي عندها ترليونات من الدخل كل سنة من الدولارات أو من الجناهات أو من كذا 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 وعندها أمن في كل حارة وفي كل شارع وفي كل زنجة إلا أنها دولة هشة فكثير جدا ممن نعتقد أنهم دولة يعني بتعتقد أن نتقدم ببعض الأبنية أو بعض المعارض أو بعض المتاحف أو بعض المؤتمرات إلى آخري إلى آخري هي دول هشة لأن ما فيهاش مجال للحريات وما فيهاش مجتمعات مؤسسات مجتمع مدني قوية أو مجتمع مدني قوي فلذلك أنا بأركز فيه الصريحتين دول على قوة المجتمع المدني الذي يحول الدولة الفاشلة إلى دولة هشة والدولة الهشة إلى دولة مستقرة وقوية وده تحدي كبير جدا ايه مقاومات نجاح الدول الدول كلها عمتا ايه مقاومات نجاح أول حاجة مناخ الحريات اللي حيؤدي لتحقيق العدالة والحقوق للناس نمر اتنين بناء المؤسسات خاصة مؤسسات الدولة المستقلة وأقول مئة مرة وألف مرة ومليون مرة مستقلة عن الحكومة عن ايه إدارة تنفيذية للحكومة سواء كان رئيس هذه الأدارة هو رئيس جمهورية أو رئيس وزارة أو ملك أو أمير أو شيخ إلى آخر مستقلة في دراستها في توجيهتها في إرشادتها دين نمر اتنين نمر اتنين طبعا في بعض المؤسسات دي كده هو اللي هو المؤسسات المجتمع المدني وحتى القطاع الخاص القضاء والقانون يكونوا بردك مستقلين أقبلك يعني القضاء والحكم الشفافية دوعا المحور ده محور ثقافي كتير جدا الشفافية من أين لك هذا من الأمير والملك والسلطان والرئيس والوزير إلى خير إلى الخادم اللي موجود داخل الدولة أو موظف موظفين الدولة يعني نسميه نسميه موظفي الخدميين للدولة نسميه في فضيحة طلعة من كم يوم عند أحد رؤساء الوزراء في دولة من الدول اللي في جنوب شرق الأسيا بدون تسمية هذه الدولة لأننا حب يأخذ من دولة أخرى أو من رجل آخر مبلغ علشان ابنه إلى أخرى دي كلها ده فساد فساد لو تغول السلطة التنفيذية على اللي هو من أجل من أجل القطاع الخاص الفاسد الذي يديره ابن هذا رئيس الوزراء التمكين المجتمع طبعا من أربعة شفاء المحاسبة التمكين المجتمع المين للفرد اللي هو الوزراء ليه لأن كل ما ذكرتهم هم موظفين خدميين عند المواطن من الملك الأمير إلى الشيخ إلى الرئيس إلى الرئيس الوزراء إلى الوزراء كل دول الذي يدفع رواتبهم هو المواطن وده هذا ما تعلمنا من نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وتما تعلمنا من كل الدول الدموقراتية لنرى لنرى جميعا كيف يحاسب الوزير في بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الأمريكية وكيف يحاسب رئيس الجمهورية وكيف يحاسب كل الناس حتى حتى في باكستان حتى في ماليزيا إلى آخر بيحاسبوا مثل هؤلاء الناس لأن أصبح عندهم مناخ دموقراتية الذي يستطيع من خلال مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمع المدني أن يجعل هذا الرئيس وهذا الوزير وهذا الأمير وهذا الملك وهذا السلطان محاسب أمام الشعب لأنه أجير عند الشعب لأنه أجير عند الشعب لأنها أجيرة عند الشعب عند المواطن دي نمرة خمسة نمرة خمسة نمرة التعليم الاستثمار في التعليم الدولة التي تتهم للتعليم هي دولة هشة ستتحول إلى دولة فاشلة والتعليم مش مجرد شهادة التعليم هو تمكين فيما بعد من خلال المشاريع ومن خلال الاكتشافات ومن خلال اللي هو البراءات الاختراعات ومن خلال التشجيع الى اخير الى اخير الى اخير التعليم هو رفع المستوى الوعي رفع المستوى الوعي عن طريق المؤسسات الاعلامية والمؤسسات للدراما والسينما والادب والثقافة الى اخر كل ده حقيقي ايه تحت مناخ الحريات الموجودة عندنا بين الاستقلال مؤسسات الدولة عندما قلت قبل كده عن الحكومة المركزية قلتها أكثر مرة قبل كده التعددية والتكاملية لا تكون لونها واحد يعني لا تكون دولة الحزب الواحد أو المناخ الواحد أو العائلة الواحدة إلى أن المجتمع يسع كل التعدديات فلابد أن يمثل هذا المجتمع في كافة مؤسسات الدولة وفي كافة مؤسسات المجتمع المدني حتى في القطاع الخاص احنا نتكلم عنه. تعديه والتكاملية. تمكين الحياة النيابية اللي هو عن طريق المجالس النيابية. وقوة المجتمع المدني ومؤسساته اللي انا اتكلمت فيه اكتر مرة من خمسين لنستين في المية. اقل حاجة لو احنا نقبل ايه? يكون سلطة المجتمع المدني اربعين في المية. اه وهكذا. طيب. ايه اسبابها شاشت وفشلت دول? انا بقول لكم ان في دول منفوخة بميزانياتها. وبتقول انا عندي امن وبتعدى وشكلها كده. لكن النيابي جوه هشة هشة. لان ما عنداش قاعدة مدنية. ما عنداش حرية مدنية. ما عنداش مؤسسات مجتمع مدني قوية. حتى حتى تغول الامن في داخل هذه الدولة من من اجل مصلحة سلطة معينة او شخص معين او حزب معين على كل مؤسسات الدولة حتى ومؤسسات القطاع الخاص حتى مؤسسات الحكومة. اسباب فشل اه هشاشة وفشل دول دي اول حاجة غياب الحريات وغياب الديمقراطيات وفرض دكتوريات. ده شيء يعني مش 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 اختراع. تاني حاجة ضعف مؤسسات للدولة والحكم. قال له ان احنا في مؤسسات للدولة اللي هي في مؤسسات الحكمية اللي هي بتاع ضعفهم. تسلط السلطة الامنية والعسكرية على مفاصل الدولة. ده طبعا بيقدي للهشاشة ثم الى الفشل. غياب وضعف ومحربة مؤسسات المجتمع المدني. اما مؤسسات المجتمع المدني غيبة او ضعيفة او مش موجودة اصلا. اه. وممكن كل واحد ايه يفمخمخ على مزاجه لكن شوف انتو كل واحد يليكم يارى في الدولة اللي هو عايش فيها هو فين في المنظومة دي كلها. اه تسلط القطاع الخاص طبعا ده 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 لما يكون يعني بيغيب مناخ الحريات بيبتدي بقى الرشاوي والفساد يحصل والعلاقة السيئة او الغير كريمة او الغير شريفة ما بين القطاع الخاص ومؤسسات الحكومة. تسلط القطاع الخاص على القطاع المدني والحكومي الخلافات والصراعات طبعا اللي بين اثنيات والثقافات والاقليات المختلفة داخل الدولة دعف الخدمات المجتمعية. لا فيه تعليم ولا فيه صحة ولا فيه مواصلات ولا فيه زراعة ولا 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 وتحول شعوب هذه الدول القادرة على الانتاج الى شعوب مستهلكة. الخلافات والصراعات بين الاثنيات والثقافات والاقليات المختلفة داخل الدولة دعف الخدمات المجتمعية وهنا ما نتعمل وتجهيل مش بس تجهيل حطي ليه هنا في الاخر تجهيل الشعوب. تجهيل الشعوب وجعد للشعب والمواطني يسعى 24 ساعة من اجل لقمة العيش. لا يفكر. الغاء عقله. لا يفكر. تصلوا السلطة التنفيذية على كافة المؤسسات الدولة. السلطة التنفيذية للحكومة بتلغي الدور الرقابي والدور اللي هو التشريعي لمؤسسات دول اللي لان رئيس السلطة التنفيذية يريد ان يتغول على كل مؤسسات الدولة المستقلة ويقع لها تابعة لحكومته التي تعبر عن هزبه او تعبر على عائلته. نمرة تمانية. عدم موجود تعددية سياسية داخل الدولة. مفيش احزاب. مفيش حريات. مفيش مؤسسات. مفيش تعددية. تأسيس الدين والاعلام والثقافة والتاريخ. حتى التاريخ بيكتب ايه كل شوية. حد يكتب تاريخ جديد. يعني من انت جبت التاريخ الجديد ده. وفي في دول مثلا بتقولك احنا نشأنا منذ تلات اربعة تلاف سنة. بأمرت ايه? بأمرت ايه? الله اعلم. بيعملوا نفسهم تاريخ مزيف. حتى التاريخ والثقافة ايه. اول حاجة عبادة الاصنام من الحكام طبعا يتحول المواطن الى عابد لمعبود. عبد لمعبود. خلاص لان المواطن تحول الى خيال او الى رقم وليس الى روح وكيان. وحيثية اه 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 حيثية كرمها الله سبحانه وتعالى. حيثية خلاقية تسعى من اجل استتباب الامن والسلام وخدمة كل كائن داخل هذه الدولة. الى ان يتحول ان هو يعبد الصنم اللي هو المسؤول على رأس الدولة. تعريف الدولة الهشة ايه اختم بها دي عشان ايه نكون احنا واضحين زي ما انا قلتها في الاول. الدولة الهش هي الدولة التي تغيب عن سماء الحريات ويضعف او لا يوجد فيها قطاع مدني قوي ذو مؤسسات مدنية مستقلة وان كانت غنية وقيوشها قوية وامنها الامن قوي وتقدم الخدمات للشعوب. اما ننزل احنا الدولة ذا العراق ايام صدام حسين راح ما اطلع عليه. كان كل خدمة تقدم الشعب لكن كان القبضة الامنية على حرية الحديث في الدولة كانتها هشة. كنا نعتقد هي مش دولة قوية. عمر الجيش والمؤسسات الامنية ما تجعل دولة قوية الا اذا كان الا اذا كانت قوة الجيش ممتدة من حرية الشعب وحرية المواطن وفعالية المواطن وقوة المجتمع المدني القادرة على مراجعة الجهة التنفيذية والحكومة اللي تجعل من الجيش مستقل وتجعل من اللي هو الايه الدولة الامنية المستقلة عن التغول للقطاع الخاص او التغول للجهة التنفيذية. وتتحول هذه الدولة اللي نكلم الدولة الهاشح من الكلام انا اضربت المسر بتاع صدام حسنا واضح جدا بالنسبة لنا العراق بعد اللي هو الف تسعمائة اتنين وتسعين او بعد الفين وتناتة تحولت الى دولة اا من دولة يعتقد الناس انها دولة قوية لكن ما كانت دولة قوية هي كانت دولة هشة وكانت بتغطي على نفسها بالانفقات ثم تحولت دولة فاشلة بعد دخول قوات التحالف وخرجت من الدولة الفاشلة الى دولة هشة مرة اخرى نراها اليوم لكن هي في صراع ما بين هششة الدولة ليه وانها في بعض الناس عايزين يرجعوها مرة اخرى لكي تصبح دولة فاشلة لكي ماذا يعني ليه دولة زرق الناس عايزة دولة فاشلة لكي يستطيع الفسدة ان يأخذوا مقدراتها الى خارج البلاد خاصة اذا كان ما نتكلمش عن نوع من انواعها مثلها زرق الناس المنازل لمثل هذه الاشياء في امثلة كبيرة جدا خرجت من دولة فاشلة الى دولة يعني مستقرة رواندا في اربعة وتسعين اتأتل فيها تسعمائة الف ودي قصة كبيرة جدا معروفة بالنسبة لنا انجولا سريلانكا بعد الحرب بتاع التاميل تايجر اللي هو النمور التاميل خرجوا وتحولت رواندا دلوقتي من اول الدول لمواعد الدول اللي اقصدها قو في افريقيا وكذلك معها انجولا سريلانكا بدأت تخرج من الهشاشة الى الاستقرار نسبيا فلما ننظر مثل هذه الامثلة حصلت امامنا واحنا عريد ان نقول مجتمع المدني كان نستطيع في كل دولة اش فقط في كل دولة من الدول في شمال افريقيا في الشرق الاوسط في العراق في كل كل لان من حق المجتمع او من حق المواطن ان ايه يكون له رأي في ادارة شؤون الدولة ليه لان هو المالك الحقيقي للدولة وهو الرقم الحقيقي الذي يمكس في هذه الدولة بعد ان تذهب الحكومة وتايجو يذهب رأس الدولة او كل هذه الاشياء فلذلك ان غيبنا المواطن عن قيام بدوره وحققنا الحريات لن نعيش في ظل دولة قوية بل دولة دولنا حكون اما هشة زي ما انا ورتها قبل كده هو اما هشة هنا او فاشلة هنا لكننا نريد هذه الدول ان تصبح دول قوية دي كده هنا هو المواطن ومؤسسات المكتمة المدنية التي تتحول الدولة الفاشلة الى دولة الهشة والدولة الهشة الى دولة قوية ان شاء الله دي المحاضرة الاولى والمحاضرة التانية هنتكلم عن الحلول دي هكون الاسبوع القادم ان شاء الله هنقولكم عنها ونعلن عن المحاضرة باللغة الانجليزية اما الاربع و الخميس هذا البعض لكي تستطيعوا وأن تتواصلوا معنا فيها هذا هو أول أساسide في هذا المثال من هذا المشترك and that kind of the states and next week will be in Arabic actually about the solution and this week Wednesday or Thursday we will be actually delivering the same talk in English inshallah والسلام عليكم